اختيارات حافظ الزويبي خاصة انتج بيت مكرم الميساوي عاودة مكرم الميساوي عيسام تاج اللي كانوا البره من الجروب خاصة عيسام تاج اللي برشان اسما اللي حكيت عليه معاتش فما مكان العيسام تاج في المنتخب غلطين ناس هذوم اللي يتكلم عن عيسام تاج ويقول مراتها ما عاش عنده مكان في المنتخب غالط يانما ما ميفهمش في كورت ليد ولا عنده حاجة مرتها ضد عيسام تاج ولا ضد المنتخب انا منثمش متى تصريحات كم هكا ولا تصرفات كم هكا عيسام تاج قبل ما يتحول القطر مضاء عقد بسنتين مع فريق مومبليي اللي لعب فيهم انا في المستوى العالي والي يجدد له عقده وفي سن هذك قروع متى عيسام تاج كبر دونك وما ناشى احنا اقل ذكاية من 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 الفريق الفرنسي اتحول من بعد القطر لاخبار لكلها ونتبعناها معت عيسام تاج في يلعب في احسن مستوى البطولة القطرية انا انا مارستها وغتمت فيها ثلاثة سنوات ونعرف على شو نحكي نعرف اللي بطولة صعبة برشا في قطر اه وكان عيسام تاج منها في احسن مستوى وفريقه انت سر بالبطولة رغم غياب الستة لعبين الدوليين مع المتخب القطري دونك دونك اه عيسام في احسن في احسن اه حالته والمتخب حاجته باحسن نعبين المتخب انا انا مانا 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 فهمش من قوله انا قول المتخب متاعنا يلزم في كل تظاهرة موجودة قرية اعلمية يجب ان يكون في احسن حلق قد ما احنا نطلبو منتخب الهوند باش دي ما يهز ودي ما يترشح ودي ما مانا ايه حاجة محصول حاصل بالنسبة للتويتس قطرنو الميير جور وعيسام تاج في بارتيد الميير بيو سيناء الميير بيو اكتوال ما في تونس هو عيسام تاج لذلك ما انا فهمت طرح متلحة متن حنا يمكن مشكل الديسبلين في وقت من الأوقات عيسام تاج معناها والكاركتير متاع والبرة متيران ومع أصحابه كيف يتصرف حتى في الفيستير تنجم تكون حاجات كما هكاكا أثرت على علاقته مع بعض الملعبية والله الملعبية ما تقرراش ثم نظام وثم منظومة إذا ما تكون واقفة ثم معناتها مسؤولين يأثروا للمنتخب وثم مدرب يكونوا يقف والقرارات ديما عندهم هما اللعب هذا يا عسام تاج لفيه حتى تقرير ولا فيه معناتها عقوبات من طرف الجامعة تونسية ما نتفهمش علاش معناتها مش تتضعقه لذلك الكلام ناس كل نجم تتكلم كما تحب بالنسبة لي أنا ثم على يد زكري كيرست ما ثم حتى شي ضد عيسام تاج لذلك جنوفا بابروك راجل يرع في مونبيلي راجل يرع في قطر ينست في قطر في نادي الجيش أكبر نادي في قطر نادي الجيش شنو معناتها راجل متى يكون منضبط في نادي قطر في نادي الجيش في قطر ومنضبط في مونبيلي ويجري تونس يصبح متى غير منضبط منين متى المسؤولين عن شكون المسايدين والمشرفين هوني على المنتخب المصولين عنه هاتش نقول هاتش نقول متى هنا هو عايسام تاج مانا كده تم صداعه وجاه ورجعه وهو متى آآ قال اللي عنده الاستعداد بش يرجع السيد عينيه وتكلمنا معاه انا اللي شفته معه في التربوسات هذه وشفته معه في في المانيا وشفته معه في بلونيا انسان ما نضبط انسان ما تعداف على الرأيه انسان ما تقدم مستوى ممتاز جدا رائع جدا ما نعرش على ليش كد مش نحمو متى نحمو متى نحمو متى خببه بتاعنا من خدماته اشتركوا في القناة